سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا تأترك بعقلك ونقمل بعقلك وديرد بعقلك وديرد بعقلك يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل البشر أعزائي المشاهدين أبرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وبعد ما شفنا الحلقة اللي فاتت عن التدليس المركب اللي اتكلمنا عنه طول الحلقة اللي فاتت النهاردة هنتكلم عن نوع تاني وأنا سمي الحلقة النهاردة يا أيها البخاري إذ جاء أكى فاسق بنبع ليه لأن البخاري أخذ حديث من فاسق وقبل ما أحكي لكم إزاي البخاري أخذ حديث من فاسق إحنا يعني هنعمل مقدمة صغيرة إنتوا عارفين طبعا في قصة المغيرة المغيرة بن شعبة ده شاهد عليه أربعة شافوه هو بيزني فعمر خاتهم واحد ورا واحد علشان يعني يشهادوا باللي شافوه ففي واحد نكل بالشهادة فطالما في واحد نكل بالشهادة يبقوا ما بقوش أربعة بقيوا تلاتة فبيعتبروا قذفين وحكم اللي بيقذفوا في القرآن يقول لنا كده والذين يربونا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم يبقى حكمهم إيه الجلد سمادينة جلدة هل اكتفى بكده بس لا وقال لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يبقى بيعتبر إيه بيعتبر ما تاخدش شهادته وفاسق بس لو تاب أوكي ما فيش مشكلة ممكن تاخد شهادته ويكون عادي جدا طيب مين اللي البخاري خد شهادته وكان فاسق بحكم الآية القرآنية وكمان ما يتخدش شهادته بحكم الآية القرآنية خلينا نقرأ مع بعض حديث من أهم الحديث اللي بتمنع ولاية المرأة وصحيح البخاري كتاب المغازي باب كتاب النبي إلى قسرة وكيسر بيقول لنا كده حدثنا عثمان ابن الهيسم حدثنا عوف عن الحسن عن أبو أبي بكرة أبي بكرة ده وهو موضوع حلقتنا أبي بكرة اللي شهد على المغيرة بالزنة واعتبر بعد كده أنه هو قاذف للمغيرة وجل التمانين جلد يقول كده الحديث وده حديث ده مهم جدا وهنتكلم عنه بيقول قال لقد نفعني الله بيكلم مع سماعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال فلما بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرة قال لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة الحديث ده مهم جدا أن أبو أبي بكرة قال أن كان هيروح في حرب الجمل اللي قادتها عائشها وموقعة الجمل يعني كل الناس عارفينها فقال أنا كنت هروح معاهم وفتكرت الحديث الرسول قاله أن لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة خلي بالكوا أن الحديث ده الحديث الوحيد اللي بيمنع ولاية المرأة إزاي البخاري أخذ من واحد فاسق وبحكم الكرآن لا تقبل شهادته ومنعت المرأة بهذا الحديث الوحيد نقرأ مع بعض سير أعلام النبولاء أبو بكرة الثقافي الطائفي يقول لنا كده ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد أن عمر جلد أبا بكرة ونافع ابن حارس وشبلة ودول طبعا التلاتة فتاب وقبل عمر شهادتهما الاتنين تابوا وعمر أبا الشهاد وأبا أبا بكرة أبا بكرة مرديش يقول لأ المغيرة خلاص أنا طبط والمغيرة ما زناش لأ أبا بكرة أصر وقال كده وأبا أبا بكرة فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم برا منه أفضل القوم لكن لا تؤخذ شهادته لأنه قاذف بحكم الكرآن وما تبشي نشوف مرجع آخر في البحر الرائق شرح كنز الدقائق يقول كده ولكن في الظهيرة من قذف إنسان في حدة ثم قذفه ثانية لم يحد ليه بقى لأن أبا بكرة قذف المغيرة وبعدين بعد ما حد يعني كان يقول كده يقول لنا والأصل فيه ما روى أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة بالزنة وجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكسور العدد بالشهادة كان يقول بعد ذلك في المحافل يعني أبا بكرة كان يقعد في المحافل في وسط الناس يقول أجهد أن المغيرة لزان فأراد عمر أن يحده سنين يعني عمر كان عايز يجلده مرة تانية فرح منعه مين رح منعه علي فمنعه علي رضي الله عنه فرجع إلى قوله وصارت المسألة إجمعا قال إن ليحد مرة في القصف خلص حتى لو قذف مرة تانية مش بيحد فطبعا أبا بكرة يعني من خلال هذا الحديث اللي بيتكلم فيه عن ولاية المرأة وطبعا إحنا عشوفنا عائشة كانت بتطلع الجمل حب ممكن يعني ده أنا سؤال بتساءله معكم إن حاب يرد الجميل لعلي وقال لن يفلح قاموا ولا أمرهم امرأة لأن منع عمر أن هو يجلده مرة كمان فممكن ده من باب مثلا إن هو عايز يرد الجميل لعلي ده سؤال إحنا بنترحه خلينا نشوف كتاب آخر واختصر شرح الروضة بيقول قلت هذا ما انتهى إلينا من القصة من هذه الجهة وقول علي رضي الله عنه إن دربته رجمت صاحبك يعني لو أنت بيقول علي أنت لو دربته أنا هرجم صاحبك اللي هو المغيرة وبعدين يقول كده إن أبا بكرة كان صحابيا مكرما ولا نزدن به الكذب خصوصا في هذا الأمر العظيم غير إنه بحكم الآية الكرآنية أو بحكم الآية الكريمة كتصار فاسقا حيث رمى المحصنات ولم يأتي بأربعة شهداء والفاسق يؤثر قصففه إنه يحد به ولا يؤثر في المغذوف يعني هو بيقول إحنا شائع عارفين إنه هو مش ممكن يجذب وهو كل حاجة وإنسان كل كويس وعارفينه بس يعني هو بحكم الآية مش عارفين يعملونه إيه بحكم الآية بيعتبر قاذف وبيعتبر لا تخش حده خلينا نشوف كمان نشوف كمان الحديث الحديث ده عندي طبعا تعليقات كتير عليه أول حاجة إن الحديث ده لا يفلح قوم ولا أمرهم إمرأة هل الحديث ده من القوم اللي هما لم يفلحوا في موقعات الجمل مع عائشة طبعا إنا عارفين عائشة كانت طالعة مع مين مع طالحة والزبير الزبير هل طالحة والزبير فعلا ما فلحوش بنص هذا الحديث طيب فيه سؤال كمان مطروح هل الرسول يعني ما كانش عارف يعني ما كانش ناجح إن هو يوصل لهم إن لم يفلح قوم ولا أمرهم إمرأة يعني عائشة لم تعرف بهذا الحديث وأبو بكر هو اللي كان بيعرف الحديث ده سؤال ثالث ومهم كمان هل عائشة كانت بتطمع في الخلافة مثلا وأبو بكر قال لن يفلح قوم ولا أمرهم إمرأة أحسن عائشة تاخد الخلافة من علي يعني وعلي طبعا أبو بكر حاب يدروا تدله الجميل هل الرسول فشل إن هو يوصل للصحابة وعائشة إن هما يعني مش هينفعوا لو طلعوا أو يفلحوا لو طلعوا والصحابة خلف الرسول يعني هل الصحابة اللي هو طلح والزبير خلف الرسول وعائشة خلف الرسول يعني الرسول فشل إن هو يوصل لهم هذا الحديث ولا حاجة كمان كل الأسئلة دي مطروحة إن أبو بكر ده واحد كذب لا تأخذ بشهادته بشهادته القرآن إزاي يقول إن لم يفلح قوم ولا أمرهم إمرأة أو هو ممكن يكون بيكذب على الرسول والحديث ده أصلا مش موجود ولا تقبل شهادته لأنه فاسق كل الأسئلة اللي أنا بطرحها دي أنا بطرحها لإخوة المشاهدين هل أنتوا واحد ما نخذش شهادته واحد قاذف واحد فاسق بحكم القرآن فاسق وقاذف عمل حديث الوحيد الحديث الوحيد اللي بتمنع منه المرأة عن الولاية العامة حتى ما تقدرش تبقى لوزيرة ولا تقدر تكون أي نوع من أنواع الولاية بهذا الحديث اللي واخده البخاري من فاسق كل الأسئلة أنا طرحتها النهاردة عن البخاري وحديثه عن الفاسق فإحنا بنقول للبخاري إذ جاءك فاسق بنبأ يا أيها البخاري لو جاءك فاسق بنبأ وبقول لك كل الإخوة اللي بيشوفوني وبيشوفوا الحديث المهم اللي بيعتبر من أهم الأحاديث اللي بيستشهدوا بها في ولاية المرأة عموما أن لا يفلحقهم ولا أمرهم إمرأة أن هذا الحديث أخذ من واحد لا تأخذ شهادته على أقل أي امرأة شهادتها أحسن من شهادة هذا الرجل الذي لا تقبر شهادته على أقل للمرأة شهادتها ونص شهادت الرجل ده لكن الرجل ده لا تقبل شهادته في يعني كمحكم عليه من خلال القرآن لا تقبل شهادته وكمان بيعتبر أنه هو فاسق فأنا برجو أن الناس اللي بتقرأ الحديث ده أول ما تقرأ الحديث ده تفتكر مين هو أبو بقرة اللي قذف المغيرة اللي قلد اللي لم يتب ولا تقبل شهادته وخذوا منه الحديث الوحيد اللي حكم على المرأة المسلمة أنها لما تكونش عندها ولاية وألتقي بيكم في الحلقة القادمة من حلقات النقل أم العقل لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا ما تقرد بعقله إذا ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله إذا كان يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسلم